طبعا بداية وطبعا كل الاحترام للأندية المنافسة عملوا موسم كويس جدا يعني أنا طبعا بيكتهد بيرامدز برضو عملت حالة محترمة نادي الزمالك عمل بدأ الموسم بداية كويسة جدا ولكن من يناير وقع وده اللي حنأكده بالأرقام دلوقتي يعني حتى لو شفنا المقارنة ما بين نتائج الأهلي نبدأ بأول حاجة بقى في مقارنة بين نتائج الأهلي والزمالك وبرامدز منذ تولي لصرتي تدريب النادي الأهلي في شهر يناير الماضي هنلاقي حاجة أنه هو ده برضو تحسب للجهاز الفني بالكامل يعني بصراحة وجود كابتن سيد عبد الحفيز كمدير للكورة فرق كبير جدا 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 مع الجهاز الفني ده تحديدا كابتن سيد عارف إزاي يلاعب نادي الزمالك بالتصريحات إزاي أن أنت في الفترة اللي النادي الأهلي فيها كان يعني واقع فنيا شوية عارف إزاي يخرج المنافس عن تركيزه خلى المنافس هو اللي يرد عليه وبعت تماما الفرقة عن الناس بقى تتكلم على الكسور الفنية الموجودة والمشاكل الفنية ده زكاة من كابتن سيد وخبرة كبيرة جدا بصراحة يحسب ليه أو ليه دورك مهم جدا في الحصول على لقب الدوري وطبعا لصارتي هنبص على نتائجه هنلاقي أن النادي الأهلي منذ تولي لصارتي لعب 21 مباراة في الدوري إزاي مالك لعب 18 بيرامدز لعب 19 النادي الأهلي الأكثر فوز 17 فوز اتعادل 2 خسر 2 النادي الأهلي الزمالك كسب كم ماتش بقى من شهر يناير كسب 9 بس من 18 50% 50% ده السبب الأساسي في اخسارة الدوري النادي زمالك تب تتكلم في 18 ماتش كسب 9 بس نص الماتشات من شهر يناير يعني الكرف بتاعك وقع بقى إزا الزمالك الكرف بتاعهم وقع نجي البرامدز بيرامدز كسب 11 ماتش برضو نسبة قليلة من 19 وخسروا ماتش وتعادلوا 7 نسبة الفوز عند النادي الأهلي هي الأعلى الأرقام لا تجزب 80.9% النادي الزمالك 50% النادي بيرامدز 57% أهم نقطة هي كلمة فقد نقاط النادي ده فقد كم نقطة من شهر يناير النادي الأهلي أقل لواحد فقد نقط فقد 10 نقط بس لأنه فاز أكتر فاز أكتر طبعا وده اللي بيأكد ليه الأهلي عمل العودة القوية دي بنسميها في التاريخ دايما كده لنحن حتى قبل المباراة بيوم وبعد المباراة نتكلم عن المنتدى الأهلي في الطولة الدوري كيف استطاع النادي الأهلي أنه يأتي من المؤخرة سواء بتغييرات فنية أو تغييرات في صفوف الفريق ويقدر يفوز بعدد من المباراة عشان يتخطى المتصدر ويختم المسابقة قبل ما تنتهي بإسبوع أو 2 أو 3 طبعا يعني إحنا لو بصرنا هنلاقي أن النادي الزمالك فقد كم نقطة بقى 20 نقطة يعني النادي الزمالك فقد ضعف ما فقدوا النادي الأهلي فرق عشر نقاط ده السبب الأساسي في حصول النادي الأهلي على الدوري النادي بيرامتس فقد 17 نقطة نيجي بقى الأقوى خط هجوم النادي الأهلي برضو 37 هدف طبعا النادي بيرامتس 36 نادي الزمالك 32 هدف ولكن المعدة للإحراز الأهداف في المباراة الواحدة نادي بيرامتس أعلى. واحد وثمانية من عشر. استقبل أهداف النادي الأهلي برضو. السر في الحصول على لقب الدوري هو قوة خط ادفاعه. النادي الأهلي أقل استيبال أهداف 11 هدف بس. مقابل الزمالك استقبل عشرين هدف. بس الأهلي استقبل أهداف 11 من يناير. من يناير. نادي الزمالك 20 هدف من يناير برضو. وبرامتس 18. حنيجي مبص نلاقي الشباك النظيفة عند نادي الزمالك كام. أربعة بس. يعني الزمالك خرج بكلين شيت. أربعة مباراة. من 18 مباراة. يعني ده بيأكد ان ادفاع الزمالك وحارس مرما كانوا عندهم مشاكل دفعية كبيرة جدا. وده أثرت على النتاج. وده أثرت على النتاج. على عكس النادي الأهلي. 11 أهداف بس استقبلت الأهداف. و11 كلين شيت. نادي بيرامتس استقبله 18 هدف نسبة كبيرة برضو. و7 كلين شيت. فالنادي الأهلي هو الأقوى دفاعيا. هو الأقوى هجوميا. هو الأقل فقد للنقاط. هو الأقصر فوز. يعني هو الأقوى هجوم. هو الأقوى دفاع. هو الأقوى في الاقل في استيبال الأهداف. الأقوى في الشباكة النظيفة. إذن الأرقام كلها بتأكد. إزاي النادي الأهلي عمل ريمونتادة في الحصول على الدوري بعد ما كان في المركز قبل الأخير في شهر. في آخر السنة. إيا في نقطة بس. إلا لي لعب 21 مع لسارتي. آه. فال 17 اتعادل اتنين خسر اتنين. كده المجموع. 21. 21. مظبوط كده. آه. تمام. آه. نفس آه نفس الأمر. بس طب عسلك على حاجة. ليه عدد المباريات? هل صارتي كده واعتبر خد تولى المسؤولية مع النادي الأهلي? قبل نهاية الدور الأول. قبل. لا. صارتي. آه قبل نهاية الدور الأول. آه. صارتي أول مباراة لي كانت يوم أربعة يناير آه. 2019 قدام نادي بيرامتس. آه. فالنادي الأهلي طبعا كان متأجله مباريات أكتر. آه يعني المعنى صحيح أنا عايز أقول لي أنه هو مش من يناير فلاعي بالدور التاني بس. عشان الناس تبعى عرفة لا. من يناير. من يناير بعدد المباريات. عدد المباريات. منزو توليء المهمة. مزبوط. أول مباراة اللي صارتي من يوم أربعة يناير. يعني منزو شهر يناير. مزبوط. الاركام شهر يعني من أول ما لصارتي مسك من أربعة يناير بالزبط. عشان بس اعكد على المشاهد اللي ممكن يعتقد كلمة يناير دي بداية الدور التاني. لا لا مش بداية الدور التاني من أول يوم أربعة يناير نحن عارفين أنه هنا الدوري كان بتاعنا كان متلقبط كان داخل دور أول على دور تاني ومش عارفين كان هينتهي أمتى فطبعاً نحن حاسبين من أول أربعة يناير من أول إما لا صارت أول مباراة لا صارت انتعرف كان بالزبط بقى متوقع حوالي أسبوع عشر تيام وانا بالزبط بنلعب سنة ميلادية كاملة في الدور العام ده العادي بتاعنا بس إن شاء الله السنة الجيات وبقى أحسن في حكاية الجدوة طالما دفاعك قوي وحارس مرمك متميز حتى لو بتكسب واحد سفر أو اثنين سفر لكن في النهاية بتوصل الهدف اللي انت عايزه الدفاع خير وسيلة للهجوم يعني الدفاع هو الأهم حالياً الدفاع أن انت تدافع بشكل كويس أهم كمان من انت تهاجم يعني نادي الأهلي النهاردة هو الأقوى خط الدفاع في الفرق بفرق شاسع عن باقي الفرق ده السر وعلى فكرة برضو ده السر في الدوريات اللي فاتت كلها نادي الأهلي دايما دفاعه أقوى عدل هو الدوري اللي كنا كان فيه كابتر حسام البادري ده كنا أقوى هجوم حتى ما كناش أقوى هجوم كان المقصة أقوى مننا كمان كان أفضل بكذا هدف دايماً النادي الأهلي هو الأقوى دفاع في لسنة المقصة ديت كان المقصة هو الأقوى هجوم وإحنا كنا تاني أقوى خط هجوم إذن دايماً خط الدفاع الحصين هو اللي بيساعد الفريق البطل إن هو ياخد لقب الدوري